المحاضرة التاسعة المدود اللازمة الحرفية وهي نوعان المد اللازم الحرف المثقل والمد اللازم الحرف المخفف وسلفا نقول سمي حرفيا لوقوعه في حرف والحروف هذه موجودة في فواتح السور وعددها 14 حرفا مجموعة في قول صله سحيرا من قطعك وكما أسلفنا في اللازم للكلم المثقل نقول سمي مثقلا إذا أضغب الحرف الأخير في الحرف بعده ومثاله اللام من قوله ألف لام ميم فإنها تلفظ هكذا ألف لام ميم فتمد اللام ستة حركات ويسمى هذا لازما حرفيا مثقلا لأننا نقرأها كما شاهدنا لام ميم فتضغم ميم لام في ميم ميم وتصبحان مشددة وقبلها حرف مد فتسمى عند ذلك مدا لازما حرفيا مثقلا أما قراءتنا ميم ففيها حرف مد ألياء وبعدها ميم ساكنة لم تدغم في حرف بعدها فلذلك يسمى الميم لازما حرفيا مخففا إذن واللازم الحرفي المخفف كثير في القرآن ومنه قوله صاد قاف ميم فإنها تلفظ كما قرأناها ولا تدغم فيما بعدها ومقدار هذا المد من الحركات ست حركات لجوما سواء كان مثقلا أو مخففا بقي تعقيب مفيد نذكره بالنسبة للمد الحرفي المثقل والمخفف أو بالحقيقة هذا التعقيب يتكلم عن أحكام الحروف المقطعة في أوائر السور فمعلوم أن الحروف المقطعة في أوائر السور ثلاثة أقسام القسم الأول لا يمد أبدا وهو الألف لأنك تقرأ ألف همز ولام وفاء فلا مد فيها فلذلك الألف لا يمد أبدا ولا حركة القسم الثاني يمد بمقدار حركتين وهو خمسة أحرف مجموعة في قولك حي طهر ونحن نقرأها على هذا الشكل حا يا طا ها را وفيها وفيها كما نشاهد حرف مد وهو الألف الساكنة وقبله حرف مفتوح ولا همزة بعده ولا سكون لأننا لا نقرأ حا ياء طا ها را لو قرأناها هكذا لصارت مدا متصلا كما أسلفنا سابقا ولكننا نقرأها حا ياء طا ها را فهذه من زمرة المد الطبيعي القسم الثالث يمد ستة حركات وهو ثمانية حروف مجموعة بقوله سنقص علمك وهي تنقسم إلى قسمين مثقلة ومخففة كما مر معنا بالمد اللازم الحرفي المثقل والمخفف فإن أدغمت فيما بعدها فهي مثقلة وإن لم تدغم فليست بمثقلة بقي أن نذكر تعقيبا رابعا وأخيرا بالنسبة للحروف المقطعة في أوائل السور وهي أن العين نلفظها هكذا عين فيصير معنا ياء ساكنة وما قبلها حرف مفتوح ولم يأتي قبلها حرف مكسور كما هي العادة في المدود العادية فلذلك للقراء فيها وجهان وجه اعتبارها من مجموعة الحروف المقطعة في أوائل السور وتدخل تحت القسم الذي يمد ستة حركات مدا لازما ووجه ثاني وهو أنها باعتبار العين قبل الياء بفتوحة فإنها تعامل معاملة البدل وتمد حركتين عند حفص وحركتين وأربع وست عند ورش والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر